طيب خلينا نتابع مع حضراتكم ولسه بسأل زميلي المباراة لسه سفر سفر لسه مباراة منتخب مصر وغانا سفر سفر بعد مرور نصف ساعة أنا كان عندي أمل أن الشوت الأول كده يعني أملي أن الشوت الأول يحصل فيه أي أهداف علشان يعني كده نكمل الشوت التاني على خير لكن لسه الشوت الأول يعني بيلعبه الشوت الأول ولسه النتيجة سفر سفر طيب تعالوا بقى نقولكوا بما أن احنا يعني احنا في شهر رجب كل سنة وانتم طيبين رجب شعبان رمضان فاحنا بناء رمضان على الأبواب وبتستعد الحقيقة بشاير رمضان من المتحدة يعني احنا عارفين أنه المتحدة الحقيقة بتستعد بمجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة والجميع موجودين بيصوروا كله دخل الستوديوهات وأماكن التصوير المختلفة في كل مكان إن شاء الله نحظى بدراما جميلة ونتفرج على دراما كده فيها تنوع واختلاف عندنا السنة دي الفنان يحيى الفخراني سعيدة جدا أنه فنان يحيى الفخراني بالبهجة بتاعته يعود كده ويمتعنا بيعني حاجات جميلة ونشوف مسلسل عتبات البهجة مع النجم يحيى الفخراني النجم بقى كريمة عبدالعزيز بيقدم مسلسل تاريخي هام وهو مسلسل الحشاشين نشوفه وانتبعه وأنا شايف أن دي برضو يعود كريمة عبدالعزيز ولكن فيه نوعية مختلفة إن شاء الله هتبقى حاجة حلوة أحمد ميكي مازال كالعادة سيمتعكم على الفطار ويكمل الكوميديا مع الكبير قوية مش عارفة ميكي كل سنة طبعا بيبقى عنده مفاجآت كتير فإحنا في انتظار مفاجآته أمير قرارة كمان بيقدم مسلسل بيت الرفاعي يعني شايفة إنه إن شاء الله يعني باشا مصر يعود فيه دور جديد في بيت الرفاعي إن شاء الله يعمل حاجة حلوة فيه مسلسل عجبني اسمه إمبراطورية ميم مش عارفة خالد النبوي في إمبراطورية ميم حيكون واخد دور فاتر حمامة ولا ده شكل جديد ده اللي حيجاوب عليه المسلسل إن شاء الله في رمضان أما ياسر جلال حيقدم ألف ليلة وليلة مش عارفة إيه الحكاية ياسر حتبقى شهر يار ولا هيبقى ألف ليلة وليلة قصص خليني أخد تفاصيل أكتر مع الزميلة العزيزة النقيدة دعاء حلمي مساء الخير يا دعاء مساء الدفاع اللي إزاي حركت الدفاع شافتي الحمد لله إحنا مع بعض بقى لحد رمضان كده يعني أول بول نعرف إيه اللي بيحصل مع بعض بالضغط بوص لك الدراما أيوة أكيد يعني بوصي الدراما بتسعد الناس وأنا عارفة أن المتحدة أولاً اللي أنا قلته ده كله فيه تنوع كبير قوي كلميني أولاً على الموضوعات فكرة التنوع اللي حليك قلت عليها فكرة أننا بنقدم فرايسي بشكل كبير أولاً أننا عندنا مسلسل تاريخي كبير زي الحشاشين اللي تم تأجيله من السنة اللي فاتت بدأوا تصوير وبعدين تم تأجيله لأنه مسلسل انتاجياً ومسلسل ضخم بتناول حقبة تاريخية مش كتير يا رفعان حاجة بداية الطائرات الإسلامية بداية اللي نقدر نقول التحذب باسم الإسلام فالتناول هيبقى مختلف بالذات ألم عبد الرحيم كمان مستنينه في المنطقة دي لأنها ملعبوك فمحتاجين نشوف الخلفية التاريخية اللي خلت البداية لهذه الطائرات اللي طلعت علينا من كل حد بنواصل بنعرف بدايتهم كتب أخبارها إيه فالمسلسل ده كلنا في انتظاره فكرة توسيق الحقبة التاريخية اللي مش كتير يعرف عنها فده أكيد ناس كتيرها تبقى مستنية مسلسل كبير زي ده بالذات كريمة عبد العزيز بيحظى بشعبية وجماهيرية عظيمة سوق في الثانية أو في الدرامو خليني أقولك بس نرجع يا جماعة على البوست يعني نفسه البوستر البوستر نفسه يشدك يعني كريمة عبد العزيز يعني ده طبعا أكيد دي لسه حاجات في الأول لكن كلها بتشد الحقيقة ده حقيقي وبالذات إحنا مش عارفين لغاية دلوقتي هو المسلسل المفروضة هيبقى باللهجة العمية بس الفكرة أنه هيسافر كمان دول مختلفة فالإنتاج الضخم ده إحنا في انتظاره بشكل كبير اللي إحنا بقىنا كثير قوي مرحناش لنوعية زي دي من الدرامو طبعا وجود نجمة كبير يا حال فخراني اللي افتقدناه بقىنا تاني سيزون ما كانش معنا سنة للفاكت فبالتالي كل الناس أكيد هتبقى مستنية يا حال فخراني لأنه هو فعلا صانع البهجة هنشوفه في عتبات البهجة كلنا منتظرين وبصراحة محتاجين البهجة جدا يعني البهجة لابد أن هي تبقى دواء يعني ما بيكون عندنا كمان أزمات وتعب فما لناش حل غير يا حال فخراني يعني لا والمغامرة أنه هو في مصدرش الحلقة بس فهذا يعني مغامرة منه لأن نجمات كبار ونجوم كبار رفضوا حكاية الخمسطاشر حلقة ففكرة أنه هو يتطوع مع الزمن ويقول أنا موافق على خمسطاشر حلقة صحيح لا ده شيء هايل يعني طيب خلينا نذكر الخمسطاشر يعني عندنا يحيى الفخراني خمسطاشر حلقة مين كمان خمسطاشر حلقة في نعمة الأفوكاتور اللي هي المفروض مية عمر اللي هي أيمة بدور محامية المفروض ونشوف تفاصيل المحامية ونوعا ما يعتبر مثلثة لايت كوميدي تمام لغاية دلوقتي لسه ما بنش قوي من بس نيلي كريم اعتقد أنه هو خمسطاشر حلقة وده هتقوم فيه بدور بنت شعبية والمرار دي هنلاقي زي ما يكون إيه الإفساكت بتاع دعصر العمدة يبتدي يبنى عندنا هنا أغلبهم راحين للشعب أيوة أعتقد لي كريم فراولة فراولة صح؟ بالضبط راحل شعبي تأول مرة نحن نشوف بقى شعبي صرف نفس الحكاية شايفة ريهم حجاج في مسلسل صدفة رايحة برضو شعبي وبنت فقيرة ومنحارة نفس الحكاية هتلاقي عندك أمير قرارة رايح برضو بيت الريتائل شعبي أيوة يعني أمير قرارة هتشوفي أمير قرارة من سوق الكنتو البيت الرفاعي إيه الجديد اللي هيقدمه؟ فكرة أن أنت تشوفي في أجواء حارة مصرية وفكرة المنافسة وفكرة أن هو يبقى كبير المنطقة دي البيت اللي بتدور حواليه كل الأحداث يعني زي نقول حريقة هو جعفر العمدة غاب السنة دي يعني محمد رمضان بقى له كذا سيزن بينزل كل سنة السنة دي مش موجود بس المسلسلات غالبيتها رحل الموضة الجاية يعني هتبقى هتبقى شعب هقولك حاجة يعني ودعاء خلينا نتطفق أنه حتى طبعا النجاح كله كان لجعفر العمدة بس هو ده التقس المصري في الدراما يعني أنت لما ترجعي مثلا وتشوفي مسلسلات كتيرة جدا كانت بتقدم يعني الحارة المصرية والأماكن الشعبية بما فيها ليلة الحلمية بما فيها كان الشهد والدموع بما فيها أرابيسك فهو ده التقس المصري ودي المسلسلات اللي ارتبطت بيها البيوت المصرية فأنت كمان بترجعي لها يعني احنا ساعات بنشوف في الأيام العادية إعادات لكل هذه المسلسلات وطلقى مشاهدة كبيرة جدا ونجاح فإذا أعتقد ده زكاء من المتحدة إن هي برضو بتلمس المصريين بيحبوا بيروحوا لفين وبحس إن دي بتلم الناس العادات التقاليد شكل مصري زمان كان عامل إزاي بجد إحنا بنشتاء جدا للأعمال دي لأن خد يبالك إحنا كنتموضة قوي فكرة مصرسلات الكمباوند وبقينا نقول يا جماعة ده مش الشعب المصري صحيح يا جماعة الدنيا مش بلاستيك بالطريقة دي الناس دي آه لهو الكمباوند وحمام السباحة والحاجات دي إحنا عاودين المصريين ورجال الأعمال اللي طول الوقت بيتكلموا في المليارات صحيح صحيح ستات البيوت اللي بيتفرجوا على التلفزيون وبيستطلوا مصرسلات رمضان أما دول الزبون بتاعي بتاع شهر رمضان اللي لا محتاج إن أنا أقدم لهم حاجة يستمتعوا بها ويتفرجوا عليها طيب بالنسبة بالنسبة للكواليس مين بدأ فعلا وقطع شوت ومين لسه يعني يبيلحق الوقت آه لا أعتقد كله على قدم الوساق كله شجال بشكل كبير جدا آه فيه مسلسلات حتى لسه مش عارفين زكاتها تتعرض على أن المشاشات لغاية دلوقتي لسه ما طبعا ده لسه شوية آه آه بس الفكرة كلها إن إن كمان بقى عندك السنة مش بس مجرد شهر رمضان الحقيقة أن أنت أهو عندك فيه مسلسلات بتنزل دلوقتي في الأوف سيفن حدوثة منسية لسه بينزل فيه فيه الحقيقة كذا مسلسل حلوين حال خاصة على ووتشت وبيننا معايد نازل يعني برضو ده حاجة حلوية فالفكرة كلها إن أنت تبدأي أو تخلي الشاشة عندك طول الوقت فيها أعمال جديدة وفيها أعمال جيدة آه ده ده شيء لطيب جدا نفس الحكاية حالة فصة نفس الحكاية زينهم فكرة انت عاشل الشاشة طول السنة دي آه دي ميزة ده اللي إحنا كنا محتاجينه طول الوقت إن العجلة تبضى الضائرة مش بس يبقى على رمضان ده بالعكس إحنا لو يبقى أقل كمان يعني عدد المثلثلات الموجودة في رمضان يريد تبقى أقل عشان على الأقل تأخذ حقها في المشاهدة أكيد إحنا كده بدأنا معاكي خلاص الموسم بدأنا نتكلم عليه بنتكلم عن الكواليس عن كل حاجة إن شاء الله حنستكمل معاكي أول بأول وبنقترب من الشهر الكريم وأيضا من كل الأعمال قالنا قضى الأستاذة دعاء حلمي